المنظمة النسائية لحزب تواصل تطلق حملة تعبوية لمهرجان الحزب المقرر تنظيمه يوم السبت القادم ووفق إيجاد صادر عن المنظمة فقد تضمنت الحملة ثلاث وقفات متزامنة صباحا يوم الاثنين شملت ولاية الموكشوط الثلاثة عند كرافور لكبيد في عرفات وكرافور أولدباد بمقاطعة دار النعيم وكرافور ستاسمار بمقاطعة دفرغ زينة وتم خلال الوقافات الثلاث توزيع قصاصات تدعو للمشاركة في مهرجان الحزب وإجراء حوارات مع المواطنين لشرح دوافعه وسياقه وفق نص الإجهاز وبدأ حزب تجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل التعبئة لمهرجان جماهيري يوم السبت القادم في العاصمة واكشوط رفضا لما أسماه الفساد وغلاء الأسعار والتضييق على الحريات ودع الحزب عبر منشورات وازدعها سكان العاصمة وأكشوط للمشاركة في مهرجان جماهيري مساء السبت القادم في ساحة المعرض لمقاطعة الميناء تحت الشعار الشعب يعاني ونظم عدد من قادة الحزب وشبابه حملات تعبئة للمهرجان الذي يتوقع أن يتحدث فيه رئيس الحزب أمادي سيجي المختار عن أوضاع البلد بالإضافة لقضايا سياسية وكان نواب الحزب قد تحدثوا في مؤتمر صحفي قبل أيام عن ظروف صعبة يعيشها الشعب الموريتاني بفعل ارتفاع الأسعار ولفت النواب إلى ما أسموه تردي حالة الحريات العامة وتصاعد سياسة تكميم الأفواه وقمع احتجاجات الطلاب والمهمشين وأصحاب المظالم وغيرهم فضلا عن شعور عام باليأس وفيقدان الأمل في الإصلاح الذي رفعته الحكومة خلال هذه المأمورية الحالية للرئيس محمد الغزواني